قال الشيخ الإسلام قال اللعن يراده الشهادة ما هي هذه الشهادة؟ الشهادة لمعين بجنة أو نار أيجوز لنا أن نشهد لمؤمن بعينه أنه من أهل الجنة؟ الجواب لا أيجوز أن نشهد لمعين بالنار؟ الجواب لا لأن الحي كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لا تؤمن عليه البذنة وقال عليه الصلاة والسلام كما بالصيحين إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراح فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار في الصلاة فكذلك اللعن ما وجه المقارنة بينهما؟ وجه المقارنة بينهما أن الكلام عند البلاغيين نوعان خبر وطلب فالشهادة خبر واللعن طلب وكلاهما حق لله عز وجل فلا يجوز لأحد أن يتعدى على حقه جل وعلا قال النووي رحمه الله في المنهاج شرف صحيح مسلم ابن الحجاج قال لا يجوز أن يلعن كافرا أو دابة أو شيئا إلا من لعنه الله عز وجل أو مما أخبرنا بأنه سيموت عن الكفر كأبي لحد وأبي جهد